بالعودة لسياق النشرة حيث شهدت وزارة الشباب والرياضة الحلقة النقاشية لإطلاق مدونة سلوك الأعلام الرياضي بحضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والكتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والإعلامي فهمي عمر ولفيف من النقاد والرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة والتي شهدت العديد من المعايير والتوصيات المهنية الهامة المزيد في سياق التقرير التالي 28 بندا للمعايير المهنية والأخلاقية تضمنتها مدونة السلوك التي يجب على كل الإعلاميين الالتزام بها بل واعتبارها دستور عملهم لضمان تقديم محتوى يحترم عقل المتلقي والتزم بالمسؤولية الاجتماعية للرسالة الإعلامية وهذا الشيء الذي تحتويه مدونة سلوك الإعلام الرياضي اللي نقشها النهاردة يعني دوانا بتقول كده بكل بساطة أنه لو سلكنا السلوك السوي والتزمنا إيجابيا بالمعايير معايير مهنة الإعلام فإن الأمور ستنضبط في الحقل الرياضي وإن المنظومة الرياضية كلها ستعيش في إخاء وود ومحبة بعيدا عن الشماريخ والسواريخ وتكسير المدرجات العمر الذي أدى إلى أن ملاعب مصر هي الوحيدة في ملاعب الدنيا كلها التي تقلو من المتفرجين المعايير لازم تكون مهني وتكون موضوعي وتكون فاهم الشغلان التي تشتغلها وتكون فاهم اللعبة التي تتكلم عنها ما ينفعش الإعلامي يبقى مشهجع ما ينفعش الإعلامي ممكن يبقى دمه خفيف بس ما يهالفطش ما ينفعش كمان الإعلامي حاولك أنا وجهة نظري بقى الشخصية أنا ما نشايف في العالم كله إعلام واحد بيطلع يقعد يدينا محاضرة ساعة ونصف وبعدين يتكلم بعد كده مبيش حاجة اسمها كده في الإعلام أبدا وانطلاق من أهمية الرياضة كلغة عالمية يفهمها الجميع في كل أنحاء العالم نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حلقة نقاشية لإثق مدونة سلوك الإعلام الرياضي للارتقاء بمستوى الإعلام الرياضي في مصر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبدي سعادته بفائقة وهذا كلام حقيقي مش مجرد كلمات أو إنشاء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الأطراف المعنية بما فيها غوابط المشجعين وفي مقدمتها الاتحادات الرياضية من أجل أن يكون الإعلام الرياضي في خدمة هذه الأهداف الصحيحة والنبيلة الإزاعة المصرية تأثيرها كبير جداً في الكورة وتأثيرها وبرامجها مسموع إلى حد كبير جداً فلابد لا نخفل دور الإزاعة المصرية في تأثيرها على الشباب وفي تأثيرها على كتير من الشباب اللي ظروف عملوا ما بتخليهوش يقدر يتابع التلفزيون سواء في المواقع سواء في وهم بيقودوا المركبات فأي حاجة لكنهم متابعين هذا الأمر فلابد أن احنا نهتم أيضاً بالبرامج الإزاعية المصرية لأنها لها تأثير كبير جداً ربما ما بيظهرش لكن في نفس الوقت بيأثر بشكل كبير على عودة الجماهير الاهتمام الجماهيري المتزايد والمتابعة المتواصلة للأنشطة الرياضية من كل أطياف المجتمع تفرض مزيداً من المسؤولية على العاملين في الإعلام الرياضية للتوافق على معايير محددة لضبط آداء العاملين في هذا المجال